بعد عملية الهجوم على الكرملين من جديد تنفذ أوكرانيا هجوماً على منطقة بلغورودا الروسية المتاخمة لأوكرانيا وعلى الرغم من نفي كييف صيلتها بالهجوم إلا أن روسيا تؤكد أن زلينسكي ومن ورائه حلفاؤه يسعون إلى نقل المعارك للداخل الروسي وهو ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محملاً حلف الناتو مسؤولية الانخراط بشكل مباشر في الحرب الأوكرانية اتهامات تؤكدها تصريحات لوزارة الدفاع الروسية بأن إحدى طائراتها الحربية اعترضت قاذفتين استراتيجيتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي من طراز بي وان بي فوق بحر البلطيق كانتا تقتربان من الأجواء الروسية يأتي ذلك في خضم استمرار الغرب تزويد كييف بأسلحة نوعية يرى المراقبون أنها قادرة على قلب موازين الحرب ورغم تحذيرات الغرب لأوكرانيا بعدم استخدام تلك الأسلحة خارج حدود بلادها إلا أن كييف التي نفذت عملية أمس في بيلغرود تحرج حلفائها فيما لو تؤكد وقوفها وراء العملية استفزازة ترها موسكو كفيلة باستخدام كل أسلحتها التكتيكية والاستراتيجية على المستويين العسكري في المعارك والسياسي في غرف الدبلوماسية والمخابرات المغلقة أو حتى أمام الكاميرات فمن المقرر أن توقع روسيا والصين عددا من الاتفاقيات الثنائية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى بكين ضربين بانتقادات الغرب عرض الحائط في تحدي جديد للنفوذ الغربي وتصريحات السبع الكبار في اجتماعهم الذي انعقد فيه روشيما منذ أيام وفي ظل هذه التجاذبات التي تؤجج الأوضاع والمحاور التي تشكل المواقف يسعى كل طرف للوصول إلى هدفه الغرب بخطة إنهاك روسيا وإرباكها وروسيا بوقف التمدد الغربي باتجاه أراضيها وبين هذا وذلك يدفع العالم ثمن تلك المغامرات في صورة أزمات اقتصادية ربما لن يتعافى منها قبل عقود